ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين لمتابعة فقرات برنامج الأستاذ ومعي في فقرتي الثانية نموذج مصري أمامه طموح يريد أن يحققها وفعلا أنجز منها جزءا هاما وهو الأستاذ محمود عبد الرحيم ريس مركب أهلا محمود عبد الرحيم أهلا بك النهاردة هو اختلف معنا يعني ألن هتكلم عن موضوع عام بيهم الشباب كله بيهم ناس كتير وهو يعني رؤية الشاب المصري للمجتمع رؤيته إيه منه هعرف إزان الشاب المصري بيفكر في بلده والزان لديه طموح لتنفيذ أحلامه سيد محمود وجهت حضرتك كشاب مصري إيه اللي ممكن تقدمه للشباب حتى لا يكون عندهم يأسم تام في استمرار رحلتهم الدنيوية ها هو أهم حاجة بس النهاردة يقدر هو يحقق في المجتمع أنه يكون شخص إيجابي مش شخص سالبي النهاردة أنت المجتمع أنت اللي بتحدده أنت اللي بتختار أنت اللي بتبعيه وستعمل إيه أنت اللي محتاجي النهاردة تقف على رجليك وتقول أنا هقدر أعمل مش مجرد أن أنا وقفت أو جات لي عقبة أو اتنين أو تلاتة في طريقي اللي أنا أقف ما أكملش أو اللي أنا أقطع ما صرتي فيه ناس كتير جدا بدأوا من الصفر من لا شيء فدايما خلي تموحك وواصل أنك إن شاء الله هتوضح الصورة وتوصل للي أنت محتاجه النهاردة المجتمع محتاج مننا أن نحن نبقى إيد واحدة ما نبقاش ضد بعض ما نبقاش في كل حاجة مع بعض إلا أن أفكارنا تبقى واحدة لازم طبعا نحن نقدر نعمل step by step خطوة بخطوة مش هقدر أقف على الطريق النهاردة من أول خطوة وأنا عاوز أوصل لحد عشر خطوة أنا لازم أجازف مرة واثنين وتلاتة عشان أقدر أوصل للي أنا محتاجه فأنت كشخص شاب النهاردة متحتم عليك أنك تخدم نفسك أولا تبقى راجل مسؤول عن نفسك شخصيا عشان تبقى مسؤول ومنتج في المجتمع بتقدر ساعتها أنا فت المجتمع بحاجة أنا وصلت صوتي إيجابي هو معنى المجتمع عمتا بيتفسر لمنظومة كبيرة جدا مش منظومة النهاردة أن أنا بتكلم لا النهاردة أنا لازم أفعل لازم أخلي قدامي حاجات كتيرة واختيارات كتيرة فتاحها لأن أنا مثلا فيه اختيار فشلت فيه فأكيد التاني هنجح فيه إنما ما قفش مايقاس لازم يبقى عندي أمل وصبر وأقدر أكمل مسيرتي بنجاح أنت شايف أن الدولة يعني موفرة للشاب أنه يمارس حياته كإلقاء رؤية لمستقبله كالحوار مع شخصية داخل الدولة زي منتدى شباب العالم اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم على تنفيذه من 2017 الذي يعتبر هو منصة شبابية حاليا وهو من 14 ل 17 خلال الشهر الجاري أنت شايف أن المنتدى ده يعني شيء جميل ورائع للشاب المصري هو المنتدى ده يعتبر اللي في العالم كوزراء أو كرئيس دولة بيناشد شعب قدام الكاميرا يعني دي الحاجة الفريدة اللي في العالم وتاني حاجة إحنا بنجيب شخصيات من جميع دول العالم يعني دلوقتي الشخص اللي بيجي مصر وبيشوف مصر بجد أندى في دولة أو تعتبر أحسن دولة أو أفضل مكان فيه منتدى دومي من الشباب دي كلها بيقدر ينقل الصورة بره اللي عيلته أو أصحابه أو الشخصيات اللي معاه في المدارس أو الشخصيات اللي معاه في الكليات إحنا عملنا كذا 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 في مصر مصر دولة جميلة جدا مصر ما فيهاش الكلام اللي بيطلع على الميديا طبعا السوشيال ميديا ما خليتش أي حاجة النهاردة أنا طبعا أتمنى اللي أنا أوصل منتدى شباب العالم بس ده حلم طبعا وإن شاء الله دايما أنا بعمل كتابة أهداف يعني دي ما قوله كده بيقول كتابة الهدف 50% بس من تحقيقه أنت اللي عليك 50% التانين تمام فيه مواقف يعني مواقف صعبة قبلتك في حياتك العملية أكيد طبعا أكيد طبعا تعاملتي معك زيان النهاردة المواقف الكتير اللي بتقابلها في المجتمع بتاعك أنت فيه حاجات طبعا بتأثر عليك كعوامل سلبية لأننا احنا مش عايشين لوحدنا ففيه دايما شخص سلبي وفيه شخص إيجابي معك في حياتك حتى لو كانت حياتك دي محدودة جدا أنت النهاردة فيه بس شخص بيقولك لا اكمل ووقف على رجليك مش مشكلة اشتغلت شغلانات كتير جدا يعني أنا اشتغلت شغلانات طبعا ده فخر ليه اللي أنا أتكلم فيها يعني النهاردة اللي عايز يشتغل من الشباب ده يشتغل النهاردة مش معنى اللي أنا معيش مبلغ مادي كويس أقدر أكمل بيت راستي إن أنا أقف ما اشتغلش لا أنا أقدر أشتغل لو حتى هبيع منتج تحت بيتي لو هقف تحت بيتي هبيع منتج أنا من جواهي مبسوط جدا لأنه بدخل قرش حلال ده في الأول وتاني حاجة أنا بعمل حاجة لنفسي بكتسب خبرة من المجال ده يعني أي مجال دايما أنت بتشتغل فيه بتكتسب منه خبرة حتى لو أنت مش حبه يعني حتى لو أنت مش هويتك المفضلة بس دلوقتي أنت لازم تحاول وتعرف يعني إيه أنت المجال اللي هتشتغل فيه أو إيه اللي أنت هتخدم فيه أصدق إن الشباب ما يقفوش عند نقطة معينة ما يقفوش موقف صعب ويقاسوا ويرجعوا تاني من البداية لا يكملوا حياتهم ويستمروا في العمل سواء حياة عملية أو علمية أي أن كان يكون عندهم إيجابيات كتيرة ورائعة أمامهم طب أنت شايف أن منتدى شباب العالم ده يعني بيعطي فرصة للشاب للتحدث وإعطاء فكر ورؤية أمام المسؤولين طبعا أنت دايما الشباب هي الطموخات وهي المستقبل وهي الوطن النهاردة إحنا لو إدنا في إدين بعض هنوصل أسرع إحنا هنوصل إحنا بكمية الإنجازات اللي هي في خلال 8 سنوات اللي محصلتش على 30 سنة فاته يعني فيه كمية إنجازات حصلت هي محصلتش في 30 أو 40 سنة فاته أكيد طبعا أنت النهاردة متسهل لك أي مكان عاوز تروحه ما فيش النهاردة يقول لك أصلاك مش عارف إيه لازم تلف منين عشان ده الطريق ده واقف مش عارف إيه لأ هنا بيعملوا إيه ده لازم تكمل سياحية جديدة بدأت تظهر بدأت حياة جديدة بتظهر بدأت اقتصاد بيانمه بدأت شغل بجد عن نفس هو أهم حاجة أنك تشتغل على نفسك على ذاتك تحارب شهواتك إنت مش المجتمع النهاردة أنا لما بحارب نفسي أنا بفضل شخصية أفضل يعني ببدأ أطلع لشخصية أفضل أنا النهاردة عملت كذا وكذا وكذا فلازم دايما بحدد الحاجة اللي تناسبني لأنا أقدر أمشي فيها إنما كدولة وككيان يعني بالضبط صعب إنه هو يبقى لنا التنافس أو إحنا أصلا في موضوع الدولة عمتا لازم كلنا نبقى إيد واحدة ما ينفعش إحنا كده هنوصل ما فيهاش دي مناقشة لكن إيد واحدة دايما هتوصل أسعى لأن زي ما بيقولوا إيد لوحدة ما بتسقفش أنا شايف إن منتدى الشباب داي يعني اعتبر هو منصة شبابية بيعطي الشاب المصري فكره بيعطي لو قبلته مشاكل بيقولها وبينقش فيها مسؤول بينقش فيها الرئيس شخصا للشخص فيه حوار مفتوح في المنتدى غير كده أن فيه شباب من بره في مصر في الخارج بيقوم في المنتدى يعني عدد غير عادي يعني إحنا وصلنا السنة اللي فاتت حوالي خمس تلاف شاب النهر السنة دي هنزيد إن شاء الله وعشان هو حدث رائع حدث بيعطي للشاب فرصة وإيتاح وإيتاح أراءه أمام المسؤولين فأنا عاوز أعرف يعني رأي حضرتك كشاب مصري إن الشاب لو استمر في طريقه ممكن يستطيع أن يحقق أحلامه دايماً تحقيق الأحلام زي ما أنا قلت هو كتابة هدف النهاردة لازم الحلم ده يبقى وقعي تقدر تحققه بإيه الأدوات اللي هتقدر تحققه بيها إزاي النهاردة أنت من الأول تحارب نفسك وتبقى إنسان مسؤول عن نفسك وعن تصرفاتك إزاي النهاردة الكلام اللي تبقى تتكلم فيه عارف النهاردة أنت إيه مصدرك إيه دخلك إيه اللي أنا بشاهده إيه اللي أنا بشوفه إيه النهاردة الكلام السلبي اللي بيأثر على المجتمع وإيه الكلام الإيجابي اللي بيأثر على المجتمع لما أجي أطلع أتكلم في المنتدى بشباب عالمي لازم أعرف النهاردة إن العالم ده بيشوفه العالم ده بيترجم إليه صوت المصري إنه هو عايش من 3000 سنة اللي هو بيحارب من 3000 سنة اللي هو دايما في المقدمة يعني إحنا لو من 3000 سنة تأخرنا ما كانش بقى فيه مصر دلوقتي يعني إحنا وصلنا لدرجة إن جدها دولة عظمة فعلا دولة ديمقراطية فعلا إحنا عايشين فيها وبنقدر نوصل صوتنا لأي مكان في العالم حاسس إن عندك يعني طموح رائع وإيجابي داخل الدولة وما فيش يأس من ناحيتك أنت يعني مستمر في حياتك العملية إن شاء الله هو دايما اليأس والأمل إحساس الإحباط إحساس أنت اللي من جواك الإحساس ده بتقدر تحوله إزاي بتقدر تخليه إيجابي إزاي ودي دايما يعني أنا نفسي أشوفها كتير جدا من الشباب كبرامج لتنمية بشرية أو مواضيع تنمية البشرية إزاي عندك مبدأ إزاي تقدر تكسر الخوف اللي جواك إزاي تتحدى نفسك إزاي النهاردة أنا يعني فيه فرق كبير جدا ما بين الإحراج وإن أنا أكون يعني متوتر أنا خايف براوغ هقدر أبرر موقف إنما مش هقول الموقف بكل صراحة يعني أنا الأول باعترف بس من جوايا إلا أنا هقدر هقدر أقول الموقف فأقوله بقى زي ما هو من غير مراوغ فيه من غير مصيغ فيه الإساغة بنقوله عليها تزويق الكلام أنا مش محتاجة زواء كلامي النهاردة لأن كل حاجة بقيت حقيق تمام بس فيه شاب عن شاب يفرق ممكن شاب يقبله سلبيات كتير يقبله عواقب كتير في إزان يواجهها الشباب النهاردة عمتا كلهم واحد اللي واقف على الحدود النهاردة كزابط أو كعسكري بيحارب وماسك سلاح الزابط والعسكري بيأكل وبيشرب يعني من نفس التنكر بتاع الميا اللي هو بيشرب منه الزابط النهاردة الحياة بتاعت الناس دي بجد بقت صعبة في حروب رهيبة جدا ده دخلة طبعا نفسينا معروفة وربنا يرحم شهدائنا الموضوع مش سهل مش سهل زي ما احنا متوقعين دي حدود دولة مع دولة تانية فاحنا دايما بنحافظ على نفسنا فكرة ان الشاب بيقدر يكمل في المجتمع انت عندك كل حاجة متاحة انت النهاردة يا أست ابدأ دخل صوت جديد في دماغك الصوت الجديد ده انا مش هدخله لوحدي وانا لازم اسمع اكتر ما اتكلم عشان افهم هو عاوز ايه هو بيقول ايه هو معنى كلامه ايه بالزبط وانا من جواي اقدر حاولي الاحساس ده من الاحساس سلبي الاحساس ايجابي زي اليأس احاوله بكل بساطة الامل اللي انا ابدأ بنفسي ابدأ النهاردة ابيع المنتج اللي اقدر عليه دابعا السوشيال ميديا خلت كل حاجة بتتباع بطريقة رهيبة جدا وسهلة جدا واي حد في العالم يقدر يشتري منا كنت تقدر تبيع له والموضوع بقى سهل في شركات الشحن والتوصيل يعني المواضيع كلها يعني اهم حاجة مبقاش في حاجة ببس انت ماسك فيه يعني انت النهاردة سيب سيب للظروف سيب للموقف سيب لنفسك سوف انت هتقدر توصل فيه في الكلام ده الرئيس عبدالفتاه طبعا يعني اعطى يعني فعل خطوة رائعة جدا من خلالها يعني عمل على خفض تضخم خلال شهر اكتوبر كان اربعة وستة من عشرة عمل عن انخفاض البطالة خطوة اقتصادية الشباب المصري والشعب المصري كله بيشهد له بالنجاح الدائم فانا عاوز اعرف من حضرتك انت يعني حسيت بصمار اقتصاد وموارد تنموية داخل دولتك اكيد طبعا ما اكيدش معدل بطالة الخفض يعني دلوقتي هو ايد لوحدة ما تسقفش زي ما انا قلت النهاردة الرئيس الدولة هو مش اله مش معه عصية سحرية مش هو اللي هيحرك انت بيك لازم انت تعمل هو بيديك بس النهاردة الطريق وانت اللي بتمشي عليه يعني انت بشتعمل حاجة لوحدك وهو مش هفهمل حاجة لوحده فلازم نبقى متفقين لازم دايما بقى يدو واحدة اه هنا صح اه هنا صح انا همشي كده او هعمل كذا يعني دايما خطط الرئيس ودي دايما يعني مبادرات بتحصل بشكل رهيب جدا بالنسبة للفيروس اللي كان في مصر اللي تم الانتهاء عليه تماما بالنسبة للمبادرات اللي بدأت تحصل جديدة في حاجات كتيرة جدا انت دايما شوفها بشكل ايجابي ما تشوفش دايما الحاجة السلبية وتركز فيها ما انت اللي ماسك انت اللي دايما عينك شايف السلبيات انما لو هتشوف الايجابيات هتعرف ان فيه فرق كبير جدا تمام فيه ناس كتير بيعانوا بيقولوا فيه زيادة في الاسعار فيه الحياة بجاست صعبة يعني نصيحة لاخيرة الحياة دايما صعبة يعني هو ربنا عز وجل اللي قالوا خلقناكم في كاب دول الحياة دايما صعبة انا النهاردة عشان اقول كلمة الاسعار اقارن ببرة انا برة عندي كمية اسعار رهيبة يعني النهاردة احنا ارخص دولة في العالم بالنسبة الاسعار السلع بتاعتها بس فيه اه زيادة نسبة بسيطة جدا في الاسعار مش نسبة كبيرة الكيمة المضافة هي بتتصرف دلوقتي في الامكان بتاع الصح الطرق اللي اتعملت دلوقتي هي اللي بتفيدك اللي بتوصل لك المنتج لحد بيتك وانت مرتاح من غير قلق من غير مشاكل من غير حاجة بتحصل بس انما ده لازم من انت يعني شرفتنا كابتن محمول عبد الرحيم رئيس المركب شرفتنا من وقتنا النهاردة وان شاء الله في لقاءات كتيرة جدا انت بإذن الله يعتبر نمزك فخري للشباب المصري يعتبر طموح يعني غير عادي لأي واحد لكل مزوءك داخل الدولة أعزائي المشاهدين بكذا خلاص حلقة فقرتنا تابعونا بعد الفاصل مع كريم اشتركوا في القناة